وكالة فرنسي بريست الفرنسية أيضا تتحدث عن هذه الانتخابات وتقول في العنوان فريق ماكرون يندد بعملية قرصنة ضخمة إثر نشر وثائق داخلية ترى ما هو الموضوع؟ في التفاصيل أكد فريق حملة المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إمانويل ماكرون تعرضه لعملية قرصنة ضخمة ومنسقة إثر نشر معلومات داخلية منتقدا ما اعتبره محاولة لزعزعة في الاستقرار الديمقراطي ووضحت حركة إلى الأمام التي رأسها ماكرون في بيان أن الوثائق المتداولة قد تم الحصول عليها قبل أسابيع عدة من خلال قرصنة حسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية طبعا عبر الحاسوب تعود إلى عدد من مسؤول الحركة أضافت الصحيفة أن كل تلك الوثائق قانونية لافتة إلى أن عملية القرصنة الكبيرة غير مسبوقة في أي حملة انتخابية فرنسية البيان أوضح أن حركة إلى الأمام كانت ضحية لعملية قرصنة ضخمة ومنسقة أدت إلى نشر معلومات داخلية ذات طابع متنوع بمعنى وجود رسائل إلكترونية نشر أيضا وثائق مالية نشر عقود تخص هذه الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي فريق حملة مكرون أشار إلى أن أولئك الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون عليها أيضا وثائق كاذبة كثيرة إلى الوثائق الحقيقية من أجل زرع الشك والتضليل ولفت إلى أن عملية التسريب جاءت في الساعة الأخيرة من الحملة الرسمية وأنه من الواضح أنها مسألة لزعزعة الاستقرار الديمقراطي مثل ما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة طبعا نتذكر ما حدث في حملة دوناندو ترامب وأيضا أوباما عندما تحدثوا عن تسريب وسائل قال البيان أنه طوال الحملة كان حركت إلى الأمام الحزب الأكثر استهدافة بهذه المحاولات بشكل مكثف ومتكرر مضيفا أن الهدف من وراء هذه التسريبات هو وكما تشير الأدلة إذا الحركة قبل ساعات من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تابع أيضا أنه من الواضح أن كل الوثائق المسربة من القرصنة قانونية وتظهر الأداء الطبيعي لحملة الرئاسة في نفس الوقت أيضا طبعا كما هو معروف الموقع الأشهر في نشر الوثائق وموقع ويكيليكس نشر رابطا على موقع تويتر لدخول الوثائق قائلا أنها تشمل عشرات ألاف رسائل الإلكترونية وصورا ومرفقات أيضا حتى يوم 24 أبريب من هذا العام وأشار إلى أنه ليس مسؤولا أي الموقع عن عملية التسريب طبعا الموقع ويكيليكس الأمريكي كان هو من أول المواقع التي بدأت في عملية التسريب للوثائق المختلفة ويبدو هنا أن الحملات الانتخابية في أوروبا نتيجة للتقنيات المختلفة ووصائل التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك سوف تشهد الكثير من تسريب الوثائق على المدى البعيد